برضو احنا بنتكلم موضوع رئيال مدريد والاهلي واضح ان هو عامل قصة لبعض الناس او عرش نيم زعى للناس ان احنا بنقول اهلي ورئيال مدريد هو مش احنا بس العالم كله على فكرة انشلوتي بيقول كده انا شايف زميلنا كريم بيتكلم كريم بيتكلم امبارح او اول امبارح في هذا الامر ايضا فعموما في كلام كتير جدا الناس كلها الاجانب كلهم بيتكلموا في هذا الامر مش كلهم ولكن عندما تسأل بتجاوب ان الاهلي هو من يقارن بريال مدريد بالضبط يعني بعيدا عن فكرة ان بيتقال ان الاهلي في افريقيا ان الاهلي وريال مدريد ده افريقيا يعني بعيدا عن المصطلح ده اللي بيتقال اعلاميا حتى صحف البرازيلية قبل كاس العامل عندها دايما لو بتكلم عن نادي الاهلي بتوصفه بريال مدريد افريقيا لكن بعيدا عن الحتة دي فيه حاجة زي ما شرحناها برضو بمحركة كابت الاسلام فكرة النادي الأكثر نجاحاً في العالم أو النادي الأكثر تتويجاً ده مفيش كاس، حضرتك يا كابتن إسلام مفيش كاس، اسمه كاس الأكثر تتويجاً لا، ده لقب أو سلوجن أو أي حاجة ميلاً كان حطه بفترة فترة على تشيرت بتاعه وكان مشور بيبيع بيليه عمي ميلاً تنادي الأكثر نجاحاً نقدر نقول له الناس في حاجة زيدي أو الجمهور ايه نقدر نقول لهم أنه لقب نادي القرن ده لقب رسمي طالع من الاتحاد الأفريقي لا يمكن لأي نادي أخر أن يضع هذا اللقب على التيشرت بتاعه إلا النادي الأهلي فقط بالزبط كده ده الفرق ما بين لقب رسمي ولقب تسويقي بالزبط كده أكثر من أي أمر آخر بالزبط كده فهو اللقب ده كل اللي حصل إن النادي الأهلي في 2014 من خلال كمان الإعلام الإيطالي اللي هو العكس اللي ضد ميلا وشعبية النادي الأهلي الناس بتادي تقول إيه ده ده النادي الأهلي خد بالمناسبة بطولتك كونفدرالية اللي هي في 2014 أوكي واللي هو وقتها دي كانت بزوار رقم 20 لكن لا لا كانت السوبر الأفريقي وقتها كانت السوبر الأفريقي اللي قابليها بتاعت الصفاقسي وإن النادي الأهلي عدى ميلا وابتدى الموضوع ده يتفتح في إيطاليا وابتدى حتى الناس في إيطاليا تقول لك لأ ده هيا إيه ده البطولات في أفريقيا مختلفة والبطولات في أوروبا وقصة دي لكن في الآخر الناس احترمت فكرة إنهم حطين معايير للسلوجن ده وبالتالي النادي الأهلي قدر بعد كده بعد ما كسب تكون فدرالية وبقى عشرين لقب بقى يستخدم يتداول هذا السلوجن أو هذا الشعار وبيسوق بالنادي الأكثر بالضبط النادي الأكثر تدويجة في العالم نحن نعرفين إن إحنا الأقرب لريال مدريد بالضبط وممكن ننزل بالجدل ورينها سميلة سمحت إن الناس بتتعامل مع هذا الأمر إزاي فالنهاردة ده النادي الأكثر نجحني في العالم أول هو فيما معايير الأكثر تدويجة النادي الأهلي ستة وعشرين بعد كده هتلاقي بوكا جونيورز اتنين وعشرين برشلونة عشرين وبالمناسبة برشلونة حطت تلات بطولات الناس بتوع تتكلم انت حطتهم إزاي اللي هو ما كسل معارض دول ما حدش فيهم هم حطتهم إزاي بس لأنه ما فيش حاجة رسمية تقدر تقول تيس علي تيس عليها القصة دي فتمام برشلونة عشرين عشرين اندبندنتي الأرجنتيني عشرين وميلان تمنتاشر طيب انا عايز بقى ايه للناس اللي بتتكلم عالمقارنة او بتقول لك انتوا هقرنوا اوروبا وافريقيا واشمعنا النقط وقصة دي تعال نخش فيه صورة اللي جاية دي كابتن اسلام والحمد لله انها موجودة كانت في الأرشيف ولسه موجودة ده خبر رسمي نزل في الموقع الرسمي النادي برشلونة اوكي في أغسطس 2015 هنستعرضوا دلوقتي الخبر ده ده خبر في موقع رسمي هما وقتها برشلونة كان بيقولي بيقولي ان احنا تخطينا عدد البطولات القرية في اوروبا بصوا ما بيتكلموا عن الوفا رانكينج للانترناشنال تايتل ترتيب عنديت اوروبا في البطولات القرية وحتى تلاقي في اول براجرافة في الخبر ان برشلونة انتقل ان هو بقى النادي الأكثر نجاحا في اوروبا من خلال معايير البطولات الدولية وموردن ريال مدريد عند اسي ميلان بالزبط كده فوق فوق اه فوق وبيكان اللي هما بقى وصلوا وقتها تسعتاشر لقب عدوا ريال مدريد واسي ميلان والخبر ده كان في اغسطس 2015 تكملت الخبر ده كابتن اسلام وده خبر في موقع الرسمي البرشلونة هما بيفتخروا ان هما بقى النادي الأكثر نجاحا في اوروبا في ذلك الوقت تكملت الخبر السورة اللي بعدها بص هنا كملوا ان هما بشرحوا ان هما عدوا ريال مدريد وميلان وفي الليستا دي في ليبر بول وبارني مينوخ ويوفينتوس اللي هما عندهم كان وقتها 11 طيب كانت بيبقى لما يخص العالمية ان هما في ديسمبر وقتها يعني في ديسمبر هما هي عندهم الفرصة ان هما يزودوا لقب كمان من خلال كاس العالم للأندية اللي كان في وقتها اعتقد في اليابان عشان يبقوا يتعدلوا مع اللي هو مين الاهلي وحتى هما حطين جدول وقتها بيتكلموا في الوفا برشلونة 19 ريال مدريد 18 اسي ميلان 18 مين يا ولادي اللي بيقولي تكلمت ده برشلونة هما اللي بيقولوا وقتها وقارن عادي كونفدرالية اللي الاهلي خدها باوروبا وقارن دوري أبطال أفريقيا اللي الاهلي خدوا باوروبا هو النحية التانية الفيفا كلابس الاهلي 20 لقب برشلونة 19 ريال مدريد 18 ميلان 18 برشلونة بعد كده خاص ريال مدريد كسب وعدة وريال مدريد بالمناسبة كنادي هما ما بيستخدموش هذا اللقب اللي هو الأكثر نجاح هما بيعتبروا نادي القرن نحنا نادي الأفضل في العالم نعم بس انشلوتي تقريبا نتكلم عنه في آخر مباراة لازم بيتكلم لأنه مهم ما قال إن إحنا استفادنا بإن إحنا خدنا بطولة بتخلينا الأقرب إلى الأكثر تتوجة في العالم بالزبت كده فالنهاردة أنت وعلى فكرة بالمناسبة الزميلنا إبراهيم عبد الجواد بعد ما نادي الزمالك توج بالكونفدرالية وكتب إن نادي الزمالك عادل بايرن ميونخ وليفر بول في الأكثر تتويجا وكان في زملاء صحفين بيطلعوا يتكلموا عن هذا الأمر إن في الحزبة بتاعت الأكثر نجاحا نادي الزمالك من خلال تتويجه بالكونفدرالية وصل لرقم جايد معرفش ليه أول لما تقال إن النادي الأهلي قرب للريال مدريد بأكلام ريال مدريد كسب لأصدر ريال مدريد رجعوا بنتكلف في المقارنة دي في ناس زعلت أو في ناس قعد تقول لك الكنفدرالية ودور الأبطال وكاس العالم للأندية فدي قصة باختصار عشان بس إحنا ليه بنقول الكلام ده كابتن إسلام بنوضح لجمهورنا حاجة جميلة جدا إن انت بص أنت بتتقارن بمين أنت النهاردة بطولاتك القرية دي لما بتكسبها الناس ببصّلها إزاي فلا أيوة إحنا نادي الأهلي بيقارن بريال مدريد أحنا بنقارن بريال مدريد وإحنا حقنا وإنهم حقنا